نفتح نقاش في هذا الموضوع مع ضيفنا من الناصرة نظير مجلية الخبير في الشؤون الإسرائيلية سيد مجلية أهلا بك معنا تابعث ما جاء في هذا التقرير ما الذي يفهم منه مرحبا بك أستاذ حازم أهلا أهلا بالإخوة المشاهدين والمشاهدات هذا التقرير دقيق وصحيح لأن ما يجري في الولايات المتحدة هو أنهم ملوا المسايرة نتنياهو بدأوا الحرب بالشراكة معه دعموه بكل قوة قدموا له كل دعم مالي كل دعم عسكري بطريقة غير مسبوقة حاملة الطائرات تصل إلى إسرائيل لكي تحميها من ايه احتمال أن تكون هناك هجمات أخرى من توسيع الحرب وغير ذلك وغطاء سياسي وغطاء قضائي وغطاء إعلامي وكل هذا لم ينفع معنا تنياهو ويديره ظهره ويحاول أن يكون أمينا لسموتريتش وإيتامار بنكفير وهما من القوى للتطرف الإسرائيلية التي ينظر إليهم الإسرائيليين الإسرائيليون باحتقار ويدير ظهره للولايات المتحدة السؤال هنا ما سر قوة نتنياهو في هذا التعامل مع إدارة بايدن والرئيس الأمريكي جو بايدن على وجه التحديد أنا لا أعتقد أنها قوة هذه ضعف نعم لأنها كانت قوة عندما كان في زمن أوباما يتجرأ ويصل إلى الكونغرس ويستغلت القلافات الأمريكية الداخلية لصالح معركته ضد إيران لكن هنا توجد معركة شخصية لنتنياهو شخصية إلى أقصى الحدود وكل ما يفعله الآن هو لخدمة أن يبقى رئيسا للحكومة حتى يكون وقفه أقوى في محاكمته في قضايا الفساد هذا كل ما يفعله يطير الحرب يضحي بعيات ناس من إسرائيليين والولايات المتحدة مستغربون حتى اليوم تسرب خبر يقول أن الأمريكيون يطلبون أن يفحصوا يعني الإدارة الأمريكية تفحص إمكانية أن يكون الرجل مريض نفسيا وفيه انقصفصة معين كيف يمكن له أن يذهب بعيدا لخدمة مصالح الشخصية لدرجة أن يموت إسرائيليون في حرب وهو يبددها أكثر فأكثر أن الأمر غير مقبول وغير مفهوم هناك وطبعا هذا يترافق مع جو غضب في الشارع الإسرائيلي وتوتر شديد نتيجة للقلق على حياة الأسرة الإسرائيليين المواطنون الإسرائيليون وخصوصا عائلات الأسرة تعرف أن هناك مشروع لتبادل أسرة معقول ومقبول والولايات المتحدة تؤيده وأن تنيه يرفضه عمليا هو يضحي بحياة الأسرة بشكل مكشوف وهذا الأمر يجعل المعركة أكبر يعني الآن نحن نتحدث معا عزيزي حازم والآن توجد مظاهرات في تل أبيب وفي مظاهرة في أمام بيت نتنياهو نعم نتابعها الآن على الهواء مباشرة نبثها للمشاهدين من تل أبيب هذه المظاهرة التي تدعو لحل الكنيسة وإجراء الانتخابات لكن سيد نظير مجلي قلت قبل قليل أنه موقف نتنياهو ضعيف لكن ألا يتحول أمام المشاهد أنه رئيس وزراء إسرائيلي رئيس الحرب الآن ومن يقود دفة الأمور سواء كان على الجبهة الجنوبية أو الشمالية أو حتى الوضع بشكل عام ويأمر وينهى بكل هذا الصلف دعنا نقول والإدارة الأمريكية تتوسل إليه أن يخفف الضغط ألا يشن هذه الحرب بشراسة وشناعة الانتقال لمرحلة جديدة وهو ربما لا يبالي بأي تداعيات لسوء العلاقة الأمريكية أو إدارة الرئيس بايدن معه كيف نفهم هذا الأمر؟ أليس هناك تناقضا فيما يقال؟ هذا صحيح لمرحلة الأيام الأسابيع القادمة لكن ليس أكثر من ذلك نتنياهو يحفر قبره بيدي يزيد عدد الناقمين عليه في المجتمع الإسرائيلي وعلما أنه الآن وصل إلى حضيض في الشعبية استطلاعات الرئيس التي نشرت أمس تحدثت عن هبوطه من 32 إلى 16 مقعدا هذا النص حتى في اليمين الإسرائيلي بدأوا يفكرون في ضرورة استبداله وهو مستميت ويستمر في هذه المعركة بالمناسبة ليس كل القرارات التي تتخذ ويريدها نتنياهو هي التي تمر يوجد له معارضة يوجد تأثير أيضا لكوة أخرى موجودة في داخل مجلس الحرب من جهة والحكومة من جهة أخرى والجيش من جهة ثالثة وطبعا لدينا الإدارة الأمريكية ونتنياهو يختار أن يكون مواليا أكثر لفكر اليمين المتطرف هنا الضعف يعني قد يبدو الآن هذا قويا ولكنه يأتي بنهاية نتنياهو ويقرب هذه النهاية بيديه يعني هو يصنع هذا المصير بيديه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر